اشتركوا في القناة 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 واحسن الهديهة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بزعة وكل بزعة مولانة وكل مولانة في النار ثم أما بعض فيا عباد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جابسا علم النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منه إذ جاءه رجلان أنصاري وثقفي فقال يا رسول الله جئنا جئنا نسألك فقال صلى الله عليه وسلم إن شئتما أخبرتكما عما جئتما تسألاني عنه وإن شئتما أمسك فتسألاني عما شئتما قال أخبرنا يا رسول الله فقالت فقفي للأنصاري سلب فقال الأنصاري رضي الله عنه أخبرني يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم جئت تسألني عن خروجك من بيتك فأم البيت الحرام وما لك فيه وعن ركعتيك بعد الطوافي وما لك فيهما وعن طرافك بالبيت وما لك فيه وعن سعيك بين الصفا والمروة وما لك فيه وعن وقوفك يوم معرفة وما لك فيه وعن رميك الجمار وما لك فيه وعن نحريك وما لك فيه وعن حلاقك وعن حلاقك رأسك وما لك فيه والإطابة فقال الأنصاري رضي الله عنه وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ لَعَنْ هَذَا جِئْتُ أَسْأَلُكَ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَّا خُرُوجُكَ مِنْ بَيْتِكَ تَأُمُّ الْبَيْتِ فَلَا تَضَعْنَا قَتْلُكَ خُفًّا وَلَا تَرْفَعُهُ إِلَّا كُتِبَ لَكَ بِهِ حَسَنًا وَمُحِيَ عَنْكَ بِهِ خَطِيئًا وَأَمَّا رَكْعَتَاكَ بَعْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ كأتق رقابة من بني إسماعيل عليه السلام وأما طوافك بالبيت كأتق سبعين رقابة وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا ثم يباهي بكم ملائكته يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون جندي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرم أو كقطر السماء أو كذبد البحر لغفرتها لكم وأما رميك الجماع فلك بكل حسن تكثير كبيرة من الموبقات وأما نحرك فمدخور لك وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسن وتمحى عنك خطيئة ثم تطوخ بالبيت ولا ذنب عليك ويأتي ملك فيضع يديه فيضع يديه بين كتفيك ويقول لك اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى هذا حديث رواه التبارني في المعجم الكبير ورواه البجار واللغض له وقال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب حسن لغيره فهذا حديث عظيم ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في فضل الحج يشوط إلى هذه الفريضة والركم من أركان الإسلام حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا الحج يا عباد الله ركم من أركان الإسلام علقه الله عز وجل على الاستطاع قال ولله على الناس أي فرض وواجئ عليه حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا والاستطاع ملك الزاد والراحلة وفي حق المرأة وفي حق المرأة يضاف إلى الزاد والراحلة المحرم عند كثير من أهل العلم والحج واجب في العمر مرة ومن زاد فهو فضل عظيم من فضل الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والحجة المبرورة هي التي لا إثم فيها وقيل التي لا سمعة فيها ولا دياء ولا فسوق وقيل من علامة الحجة الحجة المبرورة أن يرجع الإنسان من الحج راغبا في الآخرة سابدا في الدنيا ويقول صلى الله عليه وسلم من تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيها من الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذاب والفضة والحجة المبرورة ليس لا جزاء إلا الجنة وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه فلم يرفض أي لم يجامع زوجته وهي معه في الحج حال إحرامه ولم يفسق أي لم يعص ربه عز وجل في الحرم رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ضمان الله رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله ورجل خرج غازيا في سبيل الله ورجل خرج حاجا في ضمان الله أي في ضمته وعهده وحفظه سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ملكنا الزاد والراحلة أن نعجل فقال صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليعجل من أراد الحج فليعجل فقد يمرض المريض وقد تضل الراحلة وقد تعرض الحاجة وقال صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له فالأمر للفرور عند كثير من أهل العلم إذا ملك الإنسان الزاد والراحلة إذا ملك ما يزيد على نفقة أهلهم التي يتوقها له ونفقته في الحج فإنه يلزم فرضة من فرائض الله بل ردن من أركان الإسلام وفيها فضل عظيم شوق الله عز وجل إلى بيته وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله دعا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأما البيت جعله الله مثابة للناس يعني يشتاقون إليه لا يقضون وطرهم منه إذا رجعوا إلى أهلهم يقولون متى نرجع إليه هذا من آيات الله سبحان الله سبحان الله تجد الشوق العظيم في القلب لبيت الله الحرام جعله الله في قلوب المؤمنين مثابة للناس لا يشبع منهم لا يقضي وطره منه المؤمن إذا رجع إلى بيته يشتاق يقول متى أرجع إلى بيت الله الحرام وأمنه ومن دخله كان آمنا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم شوق إلى بيت الله الحرام في الأحاديث التي ذكرناها يقول ابن عمر رضي الله عنهما وهذا الحديث من دلائف النبوة إذ جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أنصار والآخر ثقافي قال جئنا نسألك يا رسول الله فأخبرهما صلى الله عليه وسلم عما في نفسيهما قال إن شئتما أخبرتكما عما جئتما تسألاني عنه وهذا عجب لذلك قال أخبرنا يا رسول الله هذا عجب يخبرهم صلى الله عليه وسلم عما في أنفسهما يخبرهما عما جاء من أجله فقال الأنصاري أخبرني يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم جئت تسألني عن خروجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه ثم بعد هذا الإخبار قال الأنصاري والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك يا رسول الله لعن هذا جئت أسألك يا رسول الله فأخبره صلى الله وسلم عليه وهذا من دلائل وهذا من دلائل قوته وأنه رسول الله حقا وأن الله عز وجل قد أوحى إليه بأمر هذين الرجلين فأخبره صلى الله عليه وسلم عما جاء من أجله وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الثواب العظيم في كل عمل من أعمال الحج لمن أوقعه كما ينبغي ولمن أخلص في حجته ولمن أطاع الله عز وجل فيه ما له عند الله سبحانه وتعالى ثواب عظيم بل المنسك الواحد المنسك الواحد لو أنفقا في تحصيره الدنيا وما عليها لكان قليلا ولكان حاريا بالعبد المؤمن الذي يفهم الغاية التي من أجلها خلق لكان حريا به أن يسعى في تحصيره يقول صلوات الله وسلام عليه فأما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام يعني تقصده تخرج من بيتك تقصد البيت الحرام وأن فأما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فلا تضع ناقتك خفا ولا ترفع أي الخطوة أي الخطوة الواحدة الخطوة الواحدة كتب لك بها حسن ومحي عنك بها قوية الخطوة الواحدة إذا فأنت في سبيل الله في ضمان الله سبحانه وتعالى في طاعته عز وجل من أول خروجك من بيتك تأم بيت الله الحرام وأما وأما الركعتان بعد الطواس وهديثنا كإذق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام وذكر بني إسماعيل هنا لشرافها وذواب عذق رقمة أن الله عز وجل يعتق من النار كل عضو منك بعضو منها يد بيد رشل برشل رأس برأس يعتقك الله عز وجل من النار والسعي بين الصف والمروى كعذق سبعين رقبة وأن الوقوف بعرفة فإن الله عز وجل يدنوا من الحجيج عشية عرفة يباهي بهم الملائية يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غضرا يرجو من كل فج عميق يرجون جنتي يرجون جنتي فيقول سبحانه فلو كانت ذنوبكم كعدد كعدد الرمل كعدد الرمل فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر السماء أو كذبن البحر لغفرتها لكم لغفرتها لكم أما رميك الجمار كل حصار يكفر الله بها كبيرا من الكبائد كبيرا من الكبائد يكفر الله بها كبيرا من الموبقات كل حصار عند رمي الجمار وأما نحرك أيل الهدي فمدخور لك يدخره الله عز وجل لك وأموذ ثم يطوف العرض ولا ذنب عليه حلاقك رأسك عند حوق الرأس انظروا هل يستطيع الإنسان أن يعض شعر رأسه كل شعر كل شعر حلقتها يكتب لك بها حسن ويكفر عنك بها خطيئة كل شعر تحلقها لذلك هذا حلق تعبد الإنسان عندما يحلق شعره في العمرة والحج يحلقه تعبدا لرب العالمين يقول يا ربي ها أنا أحلق شعري تعبدا لك تزل للك حلق تعبد لرب العالمين سبحانه فكل شعر يحلقها يكتب له بها حسنة وتكفر عنه بها خطيئة ثم يطوف طوافا إطابة ولا ذنب عليه محي الدنوب محي الدنوب محي الدنوب يطوف بالبيت ولا ذنب عليه يأتيه ملت يضع يديه على كتفيه يقول له اعمل فيما تستقبل أي ما مضى قد محي وغفر اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى ثواب عظيم يشوق القلوب المؤمنة لحج بيت الله الحرام أقول هذا وأستغفر الظالمين الحمد لله رب العالمين والعاطبة للمتقين ولا عبان إلا على الظالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شاركنا واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد نجيب ثم أما بعد فيا عباد الله هذا الثواب العظيم لمن حج حجة الفريمة أو حج حجة النافلة كذلك أيضا هذه أيام هو الميقات الزماني لفريضة الحج فالميقات الزماني لفريضة الحج هو شهر شوان وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة هذا هو الميقات الزماني الذي تصح فيه فريضة الحج وأما العمرة فتصح فيه أي شامل من شهور السنة أما الحج فهذا هو ميقاته الزماني الحج أشهر المعلومات هي أشهر شوان وذي القعدة وذي الحجة فالعبد النوم من أعطاه الله الاستطاعة فإنه يستعد لحجه ويخرج حاجا يرجو ثواب ربه العظيم ويعلم أن ما ينفق ثوابه مضاعة كما قال صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبع مائة ضعف بسبع مائة ضعف يضعفها رب العالمين وهي نفقة مخلفة نفقة يخلفها رب العالمين سبحانه قال صلوات طي وسلام عليه تابعوا بين الحج والعمر فإنهم ينفياني ينفياني الفقر والذنور فإنهم ينفياني الفقر والذنور كما ينفي الكير خبط الحديث والذهب والفضة انظر عبدالله الحج ينفي الفقر العمر تنفي الفقر وتنفي الذنور لا كما يوسوس الشيطان للإنسان أنه سينفق ماله ثم لا يجد عوضا لا لا والله نفقة في الطاعة يخلفها رب العالمين سبحانه ومن حج يعلم ذلك ومن اعتمر يعلم ذلك والله عز وجل يغنيك من فضله طاعة الله فيها الغنى مفتقرة قي قد كما قال رب العالمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب حدث الناس حدث من حج واعتمر سبحان الله عما أخلفه الله من نفقة عليه ستجد خيرا عظيمة فلا تفكر فيما يوقيه الشيطان وإنما فكر في مرضى الله وتوكل عليه وفوض أمرك له ستنال خيرا عظيما أولا هذا الفضل العظيم رجع من ذنوب كيوم ولدته أمه صحيفة جديدة صحيفة بيضاء يبدأ الإنسان يستقبل العمل ثم يخلف الله عز وجل عليه النفقة هذا ما يفكر فيه العرض في هذه الأيام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حجة مبرورة اللهم ارزقنا حجة مبرورة اللهم ارزقنا حجة مبرورة اللهم تب علينا إنك أتتواف الرحيم اللهم اشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم اشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا واستر علينا عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افرج الكرب عن المكرورين وارفع الهم عن المهمومين واخض الدين عن المدينين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعباك والغناء اللهم اصدح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصدح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت الرحفا لنا من كل شر اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من صخاطك والنا اللهم يا مقلب قلوبي ذبت قلوبنا على ديني اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأمواه اللهم افرج الكرب عن المكرورين اللهم أنجي المسلمين المصدعفين في كل مكان اللهم كلهم عوناً ونصيراً رَبَّنَا لَا تُآفِذْنَا إِنَّ سِنَاءُ وَخْصَرْنَا رَبَّنَا لَا تُآفِذْنَا بِنَا يَفْعَلُ السُّفَاءُ مِنَّا لَهُمَّ تُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ إِنْتَا الثَّوَابُ وَرَحِيمٌ اللهم بذلت أحوالنا إلى ما تحب وترضى وقذ بما واصينا إلى البر والتقوى اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة إلى جديد فتقبل منا رحمة رحمة الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المسركين